في الفيديو ده هنتعرف على علاقة نادي المأولين العرب برحيل وانتقال محمد صلاح لنادي التحاد جدة السعودية وقصة تحصيل نادي المأولين على 124 مليون جنيه من وراء صفقة صلاح كل ده هنعرفه في الفيديو ده تابع معايا للنهاية ولكن في البداية أنا بدعوك بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان الفيديو اللي جايه مهم جدا جدا ونرجع لموضوعنا مرة تانية مسؤولين نادي المأولين العرب بيترقبوا تحصيل مبلغ 124 مليون جنيه في حالة إتمام صفقة انتقال محمد صلاح لنادي التحاد جدة السعودية وفقا لقيمة الصفحة اللي أورادتها بتقارير الإعلامية بـ 100 مليون دولار وفي حالة إتمام الصفقة دي هيحصل نادي المأولين على نسبة 4% من قيمة الصفقة تحق إرعاية واللي بتكفله لوائح الاتحاد الدولي الكرت القدم الفيفا واتقاض المأولين العرب في حالة إتمام الصفقة دي 4 مليون دولار أي ما يعادل 124 مليون جنيه بالسعر الرسمي للدولار ده غير إن المفاوضات اللي لسه دايرة بين نادي التحاد جدة وليفربول ممكن تؤدي لزيادة سعر الصفقة وبالتالي هترتفع القيمة المالية اللي هيتحصل عليها نادي المأولين العرب ليحة الاتحاد الدولي الكرت القدم بشأن انتقالات اللاعبة بتنص على إنه إذا انتقى اللاعب محترف خلال مدة عقده بيدفع نسبة 5% من أي 8 انتقال ومش بيشمل مكفآت التدريب المدفوعة لنادي الصابق ولكن بتتوزع بواسطة النادي الجديد كحق رعاية تضامن يعني على الاندية المتدخلة في تدريبه وتعليمه على مر السنين وتنص اللايحة إن نسبة الرعاية بتعكس أرقام السنوات اللي كان اللاعب مسجل بيها في الاندية دي بين مواسم عيد ميلاده الـ 12 و 23 معنى كلام ده إيه؟ معناه إن كل الاندية اللي مسلها اللاعب وكان مقيد لديها بين سن الـ 12 و 23 ليها نسبة من حق الرعاية بما فيها الاندية اللي أعير إليها زي المقاولين العرب وبازل السويسري وفيورينتينا الإيطالي وتشيلس الإنجليزي نادي المقاولين العرب مستني الصف عشان يحصل على 124 مليون جنيه بجد شابون مقاولين العرب أتمنى إن الفيديو يكون عجب حضراتكم وفي النهاية لو عجبك الفيديو ادعمنا باللايك ولو لسه ما اشتركتش في القناة أنا بدعوك بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان الفيديو اللي جايه مهم جدا جدا وشكرا لك جميعا